طب وبعدين يا رب طب انت سألته بس كده لغاية كده وخلاص لا 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 العمل الايه الاجابة قاله ايه قاله قم احمل احمل سريرك وارجع بقى خلاص كده قوم كلمة قالها للمخلع للمفلوج وايه حالا في الوقت قام الراجل دوت وحمل سريره ومشي وشوف يا بكلمة واحدة بس اصلا هو اللي تكلم ده مين ده ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح اللي هو ايه صانع الخيرات ضابط الكل كلمة واحدة بس قوم قم ودي رسالة لكل واحد فينا الرسالة التعزية في الصوم دوت الصوم اللي احنا بنقرب لربنا اكتر بنحب ربنا اكتر في الوقت دوت قوم اوعى تستسلم لخطيئة اوعى تستسلم لشهوة اوعى تقول مش قادر اتحرك اصل انا متربط اصل كل ما ابجي ابصي فوق للسماء اتعب كل ما اجي اقوم اقع تاني لا 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 ولا يهمك النهاردة الرسالة رسالة التعزية اللي بقولونا ربنا قم يعني ايه يعني قوم يعني ايه يعني في قيامة يعني في تغيير يعني نسيبنا من السلبيات ونمسك في الايه في الايجابيات ربنا عايزنا نتغير ربنا عايز كل واحد فينا يقوم من اي حاجة وحشة بيعملها نقوم ونتغير نقوم ونفرح نقوم ونبص للايه للسماء سيب اترك سريرك اترك الحاجة اللي انت كنت بتحبها ومش قادر ومرمي عليها سنين كتيرة علشان كده نخلي بالنا ان كل انا جيل بتاعة احد الصوم الكبير فيها رجاء فيها قيامة فيها محبة فيها حنية ايه حنية ربنا فيها ان احنا ما نقباش سلبيين روح اعمل عليك في ناس زي في الانجين معلمنا يوحنا اللي اسمعنا القصة تبص كده هوت شغلتها تقول ايه تقول ما ينفعش ليه تعمل دوت وتنقض في ناس بش عجبها حاجة ده فيه معجزة حصلت في واحد مفلوج يعني ما بيتحركش يعني شلل رباعي مش قادر يعني واحد بقاله 38 سنة اتحرك قام شفيا لكن في ناس ايه في ناس ناقضة في عيون ناقضة تبص على الحاجة الايجابية والحلوة والجميلة وايه وتطلع اي حاجة زي اليهود النهاردة يوم سبت يعني ايه سبت لا يحل انتوا اللي بتقولوا انتوا اللي بتنقضوا انتوا سبتوا كل حاجة وسبتوا كل حاجة حلوة وسبتوا المعجزة وسبتوا حنية ربنا وسبتوا كل دوت وجايين تتمسكوا في الحتة دي يا قصات القلوب تعلموا بقى كفاية كفاية ان احنا عمالين ننقض عشان كده ناس كتيرة تقعد الكنيسة وفيها وبيتقال وبنعمل سايبين الحاجات الحلوة دي كلها ومسكين في الحاجات الوحشة لغاية امتى هو ده فعلا الانسان المفروج الانسان اللي مش عايز يساعد اخوه الانسان قاصي القلب الانسان اللي بينقض بس من غير ما بقدم اي حل عايز اقول لكم حاجة واحنا في الختام كده هوت ياريت كل واحد يدور على الحلول يدور حل للمشكلة وما يدورش ويعمل مشكلة لكل حل شوفوا الحاجات الحلوة اللي حوالينا كده وبعدين مفيش الحل ده يبقى فيه حل تاني